النهاردة كمان في الدوري البنك الاهلي عمل مباراة كبيرة على جميع واحد سيف العجوز تقدم الجنة اولا في الديئة 22 ويتعادل محمود سيد البنك الاهلي في الديئة 26 اهدف امام حضراتكم اهدف الفوز هدف الفوز للبنك الاهلي سجله كريم بامبو في الديئة 72 كان محتاج البنك الاهلي كريم بامبو كان محتاجه قدر لعيب حاسم ولعيب بيحل الامور الصعبة بالنسبة للبنك الاهلي هو متقلق جدا مع البنك الاهلي من الموسم الماضي بصراحة متقلق جدا هدف الفوز اللي منح البنك الاهلي ثلاث نقاط غالية جدا طيب دي المباراة اللي بقول لحلاتكم عليه وده هدف كريم بامبو اللي بقول لحلاتكم عليه اللي خلص المباراة وخلى البنك الاهلي ياخد الثلاث نقاط المباراة بقى الحكاية حكاية وهنتكلم عنها كتير جدا النهاردة معظيفي الكبير كابتن احمد فكري الصغير مباراة غريبة للإسماعيلي لو حواب يفرج على المباراة قال الإسماعيلي رجع أول فوز للإسماعيلي يا جماعة في الدوري النهاردة بيتحقق هدفين في الشوت الأول على مصر المقصة خلاص الأمور حسمت للإسماعيلي الأمور حسمت للإسماعيلي هدفين لعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 14 واحمد مدبولي في الدقيقة 36 هل كده الأمور خلست؟ لا ما خلستش لا ده فهم حالاتكم هي المقص يبدأ الشوت التاني ويسجل هدفين لمحمود فهمي في دقيقة 46 وأحمد عبد الرشيد في الدقيقة 55 عشان يهدر الإسماعيلي أول فوز ليه ويهدر في المباراة دي رقلتين جزاء رقلتين جزاء واحدة عن طريق أسام صبحي في دقيقة 62 واحدة عن طريق عبد الرحمن مجدي في دقيقة 89 يعني مشاكل بالجملة في الإسماعيلي ووضع سيء جداً إسماعيلي في جدول الدوري لا وكمان حظ عاسر وكمان حظ عاسر المقص يحسب له النهاردة إنه قدر يرجع في الشوت التاني إنه قدر يعمل مباراة كبيرة في الشوت التاني صحيح الإسماعيلي حاول جداً في الشوت التاني وكان ممكن يتقدم تحديداً في رقلتين الجزاء ولكن المقص يحسب له التعادل والإسماعيلي حاله زي ما هو زي ما هو طيب تعالوا نروح لمباراة الإسماعيلي في الدوري هذا الموسم إسماعيلي عمل إيه بقى في الدوري؟ أرجع لحضراتكم كده كمباراة عشان تشوفوا الإسماعيلي ماشي إزاي أول مباراة كده بسم الله الرحمن الرحيم خسر من النادي الأهلي 4-0 تاني مباراة خسر من سنومية كولوباترة 2-1 تالت مباراة خسر من البنك الأهلي 1-0 رابع مباراة خسر من الزمالك 2-0 بعد كده تعادل مع المقراء عرب 1-1 وتعادل مع غزل مع حلق 0-0 خسر من سموحة 2-1 تعادل مع فيوتشر 0-0 وخسر من برامز 1-0 وبعد كده خسر من الجونة 1-0 وأخيراً تعادل مع المقصة 2-2 ترجمة نانسي قنقر